ندخل في أجواء النهائي المنتخب يصل إلى النهائي لثانية مرة بعد الذي خسرناه سنة خمسة الكأس العربية التي كانت منقطع تلعب في فتراتهم توقف لعدة سنوات في مناسبات في 2011 فاز بها المنتخب انهزم المنتخب السعودي في 2011 في النهائي وفي 2012 خسر النهائي أيضا والموسم السنة الماضية بالسعودية فازت بها السينيغال آخر من فاز بهذه الكأس هو المنتخب السينيغال الذي كان غيف شرف في تلك الدولة اليوم بكل صراحة هل أنت لم تفاجأ بتوجد المنتخب الوطني في النهائي اليوم؟ نحن نرى دروف المعطيات التي حضر الفريق وكيف قاموا بتكوين هذا الفريق نضم بالوصول إلى النهائي بالنسبة لأي مدرب أو متابعة ومختص في كورة القادمة نقول إنجاز أنا بالنسبة لي إنجاز تاريخي خاصة اللي عبوا ضد منتخبات اللي سبقتنا في التحضيرات وعندها إمكانيات المنتخب المغربي اللي عنده سنتين هو يحضر هذه الدوراء منتخب التونسي منتخب النيجر اللي عنده تقريبا يستعمل خبارة أجانب في التكوين منذ عشر سنوات منتخب النيجر إذن ربما الجمهور الكريم يعرفش بعد الحيثيات وكيفاش هذه المنتخبات الشبانية كيفاش راهي نتكفل بها ماديا ومعنويا ولوجيستيكيا وإحنا عادة ننتقدو دائما لعب في المنتخبات الشابة ولن تقدوم مباشرة المدرب أنا نظن باللي تقوم الفني على رأس هذا المنتخب مشكور مشكور لأنه تاخد منتخب في ضرف مثل هذا وما تقومش بتحضيرات لازمة وتروح للنهائي دالي أنهم وصلوا إلى إصال رسالة لهذا اللاعبين اللي عندهم إمكانيات كبيرة اللي شاهدناها خاصة من ناحية المهارية والناحية التاكتيكية وصلنا بهم للنهائي الأداء نشوف باللي كان يرتفع من مباراة إلى مباراة الدليل قاطع أن الفريق المجموعة كان خاصها العمل والإنسجام وكذلك اللعب الجامعي لكن نشوف باللي الفريق من كل مباراة المنتخب من كل مباراة مباراة كان مستوى تاوي يرتفع حتى نشاهدنا في المباراة الأخيرة سيطر بالطول والعرض على المنتخب التونسي للمنتخب التونسي اللي يستهن به لهذا نظن حتى وصلنا لنهائينا بالنسبة لي في هذه الظروف وهذه المعطايات يعتبر إنجاز إن شاء الله إن شاء الله نواصل وغد إن شاء الله هذا المنتخب عنده كل إمكانيات حضور حضور خمسين خمسين بالمئة مع المنتخب السعودي كذلك منتخب رغم أنه هذا المنتخب السعودي يفز على منتخب المصري بمصر أيضا وبثلاثية الهدفين بالضبط أنا شوف تابعت كل دورة وإنشهات المباراة أنا ما نهضرش من عدم إذن أنا نتكلم باللي عندي بعض التحاليل على هذه المنتخبات أن منتخب جزائري ربما الانتقادات تاكتيكين لعبوا بالقدرات اللعب الموجودة إذن ممكن نطمح للأفضل لكن الأفضل لازم له عمل لازم له تكوين لازم له مباريات ودية نظن هذه الضورة رح تكون والإحتكاك مع هذه المنتخبات رح يكسب اللعبين تجربة حتى التقم فنية رح يتتسم تجربة لهذا نظن باللي مشكورين لعبين مشكورين تقم فنية حتى المشرفين على المنتخب اللي حطوهم في ضروف ممتازة برئاسة رئيس الوفد حاكم الدان اللي خلى كل صغيرة وكبيرة ما تغادرش عليها لازم نشكره الناس كي تعمل بالخافة هذا والتجربة تاعة واللي أخداها مع المنتخب الأول حاكم الدان رح نشوفها الآن في المنتخب الشاب وهذا شيء جميل وما تشوفش أيضا بأنه اليوم يقول لك بأنه فارخير مصر اليوم على الجزائريين من ناحية الكوروية لما فوزنا في 2019 بكأسهم من أفريقيا بأرض الفراعينة اليوم النهائي أيضا بأرض الفراعينة أمام المنتخب السعودية وأيضا لعبين ينشطون أيضا في الضوريات الأوروبية هناك لعب من باير ميونيك ولعب من مرسيليا ولا آخر من لونس في الظروف الحالية في الظروف كوفيد بعد توقف ما كانش بطولة في الجزائر للشبان ما كانش بطولات كذلك في شبان في أوروبا متوقفة إذن النوادي اللي عندها مراكز تكوين وما زالهم يستمروا في التكوين لأن تكوين اللاعب في المسالة العالية يدوم 12 سنة إذن إذا توقف في 12 سنة توقف سنة أو سنة ونص ما تعملش إذن هنا راح توقف كما يقول لك ما صار تكوين تا هذا اللاعب إذن هذو اللاعبين المحترفين يبقى ويوصلوا في تدريبات في النوادي وهذا الشيء لأن الإمكانيات الموجودة في أوروبا ماش نفسها والظروف العامل ماش نفسها موجودة في الجزائر إذن الاستعانة باللعابين الجزائريين لنشطوا في البطولات الأوروبية هذا عما مرور سنين كنا دائما نروحوا لها دائما نستعان ما فانتنش بك كثرة من قبل كنا نعتمد كثيرا على اللاعبين لشطرة في دوري جزائري لا لا ضروف كورونا وكوفيد هي حتمت أن النسبة المئوية الكبيرة ستكون من اللاعبين المحترفين وبعض اللاعبين لكن الشيء متميزين أيضا لعب أي تعامل هذا اللي ينشط في باير ميونيخ مثلا أو لعب أتعودي حتى لعبين ينشطوا في البطول حارس 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 لعبين موجودين هنا في الأكاديميات ولا في نوادي الجزائرية كذلك عندهم مستوى ياسين تتراوي لعب برندي باردو كاي اللاعب عمار من أكاديمية خميس مليانة عملت اكتشاف المواهب لازم تكون دائما مستمرة وتدعيم المنتخبات لازم يكون مستمرة على طول السنين ليس في مناسبة وحدها تشوف هذه اللاعبين اللي لعبوا في هذه الدورة ربما لتكون عندنا فرصة باش نعود ونتابعهم ربما رح يدخلوا بعض اللاعبين ويخرجوا بعض اللاعبين إذن لماذا؟ لأن أكتر اللاعبين امتياز وأكتر جاهزية ويكونوا كما يقول لك يقدموا مستوى جيد للمنتخب هما اللي سيكونوا في القائمة وهذه هي الإكسلنس دواء الامتياز وهذه هي التنافس لعب خاصة في مرحل التكوين يمكن أنه يمر مرحلة يكون فيها في مستوى فرما عالية وبعد الأوقات ربما ينقص في الفرما لعب آخر شاب يأخذ مكانه المهم أننا لازمش نضيعوا لعابين موهوبين هذا هو الإشكال الإشكال ليس يفوز فيه دوراء المهم أنه عندك قائمة موسعة العامة اللي يكون بعد الدوراء سأعطيك صحة بعد الدوراء لازمش نضيعوا لعابين ولازم ندعموا هذا المنتخب لأنه أقل من 20 سنة إذن لعبين 17 18 سنة 19 سنة إذن ممكن تمويل هذا المنتخب باستمرار وتحضير كما يقول لك منافسات دولية مستقبل خاصة نحاول نريح نحاول نسيطر على المنافسة قاريا في إفريقيا عبد النور البعض تحدثه قال بأنه ربما أيضا باستطاعة هذا المنتخب لأقل من 20 عاما أن يدعم المنتخب حتى المنتخب الأول ببعض من اللاعبين شوف هل شاطرهم الرأي أم هذا ربما بعيد نوعا ما صعب المانا لأنه أنا قلت لك هذه هي تكوين اللاعبين راح هو عجلة راح يدور صعب من أي ناحية صعب أنك هذو اللاعبين متابعتهم في النوادي ممكن شوف ممكن بعض النوادي ينشطوا فيها الآن بعد الدورة هل هذو اللاعبين راح يكونوا كلهم في نواديهم هل راح يقدموا لهم عروض أو عقود هذا أولا المتابعة تاحهم هل ممكن كذلك الجو العائلي يسمح لهم باش يواصلوا في هذا المستوى إذن كان معطايات كبيرة وكثيرة اللي تسمح لك هذا اللاعب تشوفوا على خمس أو سنوات يكون في المنتخب الأول ما ننساش كذلك أن عمالية تكوين ممكن يكونوا في الأقل من 23 سنة لكن في المنتخب الأول شوية سابق شوية نسبقوا الأحداث ما زال حال شوية لهم لأننا لازم نتخموا على المنتخب لكن هدما والناس جبناه في سن مبكر بالناصر في سن مبكر في غولي في سن مبكر لعبين المتعليقين في المنتخب الأول جبناهم في سن مبكر والناس جبناهم اللي كانوا عندهم عقود مع نوادي محترفة هدوا لعبين الآن نظن معظمهم لا واحد ولا تنين اللي عندهم عقود لعبين محترفين الآن أراهم كما قلت أبرونتي لحق واحد عشرين سنة بالضبط وعنده حق باش يمضي العقل لأن الآن الأولياء همين يمضي العقود تهم إذن لأن قوانين الفيفا صار ما في عمليات إمضاء العقود عند الشباب لهذا يلحق عشرين سنة لو هذو اللاعبين يكونوا يمضي في نوادي ممتازة محتارمة محتارمة نقول لك ربما رح يكون عندهم مستقبل زهر لكن لو يوصلوا بهذه النوادي الصغيرة هذا ما رح يخدمهم لهذا ربما هذه النهائي وهذه الدورة رح تسمح للكشافين باش تكون أنظار عليهم ويصلطوا الأضواء لهذه اللاعبين وتسمح لهم باش تكون عندهم عقود ما نسوش كانت تلت لعبين لعب مارسيليا ولعبين تنين عندما جوا إلى المنتخب الجزائري أنهم المدير الفني تاحهم في نواديهم غيان دهليس فسخلوا لماذا؟ لأنه جاء في فترة فضل يجي المنتخب الجزائري وما كانش في النادي لأنه ربما ما كانش عنده عقل يحميه كلمة آخيرة في 30 ثانية للمنتخب الوطني شوف أنا كل مباراة الغد إن شاء الله مباراة بالنسبة لي تتلعب في الشوطة الثانية لماذا؟ لأنه ربما الشوطة الثانية ستنقص لأن المباراة تلعبها ساعة الرابعة ولعبين سعوديين خالجيين بين قوسين توقيع اللعب على ساعة الرابعة في درجة حرارة عالية خاصة في القاهرة وين تكون رطبة عالية نوعا ما نظن يخدمهم لهذا نفضل أن الناخب الوطني يواصل بنفس النهج التاكتيكي يلعب بالمرتدات ويتكتل دفاعيا حتى ما يضيح تاقات كبيرة في الشوطة الأول والشوطة الثانية كما شاهدنا المباراة السابقة التغييرات هي اللي كانت تعمل الفارق إن شاء الله غادن كذلك التغييرات هي تعمل الفارق لكن الفارق ليكون أكثر تركيز وأكثر برودة في الأعصاب وما لازمش نتأطره بالتغييرات الملعب إن شاء الله نتوجو بهذه الكأس العربية إن شاء الله حتى ولا ما نتوجوش بها أنا بالنسبة لي يستهلوا إن شاء الله إنجاز في الظروف اللي حطت هذا المنتخب نضم ليس ليس بالأمر السهل والشعب الجزائري ليعرف كورة القادمة ونضن راه وراضي على اللاعبين وراضي على التقم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أمار المرات أعتقد تكون خامسة مساء عن غدا الرابعة مساء بتوقيت الجزائري خامسة بتوقيت مصر فرق ساعة بيننا وبين الأشيخ المصريين أتمنى التوفيق لمنتخبين الوطني والقاهرة ستكون فالخير كما كانت فالخير في المساطة